اللجنة المالية النيابية تواصل لليوم الثاني مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة الاجتماع الأخير للجنة تضمن قراءة بنود المشروع المتعلقة بإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن عدد القوى العاملة لديها وإجراءات التعاقد والتعيين فيها بناء على رؤية الموازنة المخصصة لثلاث سنوات مقبلة إضافة إلى إجراءات الإحالة إلى التقاعد وملفات أخرى ملاحظات أعضاء المالية النيابية كانت حاضرة حول أوجه الصرف وتخفيض العجز الانفجاري في مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة فيما تطرقت مناقشاتهم إلى أسعار النفط في الأسواق العالمية واستأكيدهم أن الموازنة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات ورغم التحديات يقول النواب إنهم عازمون على الخروج بأفضل موازنة مرت على مدار الأعوام الماضية والمضي في تشريع قانونها من دون إرجاع مشروعه إلى الحكومة لتعديله ويؤكد النواب استمرار الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة وتدقيق جميع الجداول الملحقة به مرجحين إقراره خلال شهر أو شهر ونصف كحد أقصى ترجمة نانسي قنقر